بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع شابتر 5 البامبس وهنتكلم النهاردة على كافيتيشن ان سنتريفجال بامبس الكافيتيشن في السنتريفجال بامبس محتوى هذه المحاضرة هنعرف يعني ايه كافيتيشن ازاي بيحصل في البامب او البامب كافيتيشن ما هو الكافيتيشن نمبر سيجما how to avoid كافيتيشن ازاي نمنع حدوثه وما هو net positive suction head وكيفية حساب net positive suction head applied نبدأ بالجزء الاول what is the cavitation ما هو الكافيتيشن او بمعنى التكهف طب علشان نفهم هذا المعنى هنتذكر بس بعض الاجزاء كده في thermodynamics ومن خصائص ومن خصائص الليكويدز او من خصائص المية بشكل اساسي هنلاحظ احنا درسنا في المية ان درجة الغليان او بيسموها saturated temperature بتبقى مرتبطة بالضغط اللي بيكون عنده المية يعني لما نقول المية بتغلي عند درجة حرارة كام فلما انت قلت عند مية درجة مقوية ده معناه ان بيكون عند الاتموسفيريك بريشار عند الضغط الجوي تغلي المية عند او تبدأ في التبخر والتحول من الليكويد فيز الى الفيبر فيز عند الضغط الجوي عند درجة حرارة مية درجة مقوية ولكن اذا انخفض هذا الضغط فمعناه انخفاض في saturated temperature يعني درجة الغليان هتبقى ايضا عند درجة حرارة اقل من المية طالما الضغط بقى اصبح اقل من الضغط الجوي وكذلك لو الضغط زاد عن درجة الغليان عن درجة الضغط الجوي يعني بقى اكبر من الضغط الجوي يبقى المية هتغلي عند درجة حرارة اكبر من المية على سبيل المثال لما بندرس دايرة الستيم باور بلانت بنجد ان احنا بنوصل الضغط بتاع المية قبل دخوله للبويلر مثلا لخمسة وعشرين بار لتلاتين بار لخمسين بار حسب التطبيق فبنجد ان درجة الساتيوريتد لما نروح لجداول السيرمو المقابلة لهذا الضغط ممكن تصل لمتين وخمسين درجة او متين وسبعين ومتين وثمانين درجة مقاوية معناه ان الضغط ان المية هتبدأ تتبخر عند هذه الدرجة وكذلك لما الضغط بيقل عن الضغط الجوي فبنلاقي المية بتتبخر عند ضغط عند درجة حرارة اقل من الضغط الجوي على سبيل المثال لضغط المائع ضغط المية اللي موجود فيه الاتموسفيريك يعني الهوى اللي احنا موجودين فيه موجود فيه بخار مية ضغط بخار المية هو جزء من الضغط الجوي وليكن خلينا نعطي مثال مثلا هنقول ربع الضغط الجوي لو ضغط المية الموجود فيه الهوى ربع قيمة الضغط الجوي وروحنا الجداول الثيرم مثلا وطبعا ربع ده كتير يعني هو المفروض اقل من كده هنقول مثلا 10% فروحنا الجداول الثيرم وعند 10% من قيمة الضغط الجوي ممكن نجد درجة التبخر بتاعة المية او المقابلة لهذا الضغط نلاقيها مثلا 10 درجة مقوية ده معناه ان المية او بخار المية اللي احنا موجودين فيه في الهواء ده اصبح ساتيوريت كمان اصبح سوبرهيت اتبخر وحصل له تحميص فاصبح سوبرهيت استيم موجود في الجو لان درجة الحرارة مثلا 25 اكبر من العشر درجات اللي هم موجودين في العشر درجات المقابلة لضغط البخار بتاع المية طيب ده يعني المعلومة دي هتفرق معنا في ايه هتفرق معنا ان فرضا لو احنا عندنا سطح واحنا بنتحرك على هذا السطح كل ما بنتحرك في هذا الاتجاه الضغط بيزيد طيب قبل ما بيزيد خلينا كنا في نقطة هنا مثلا على سبيل المثال وصلنا في مية ماشية في مية ماشية في هذا الاتجاه المية دي وهي ماشية حصل انخفاض في الضغط لحد ما وصلت لضغط التبخر بمعنى لو المية دي مثلا درجة حرارتها 25 درجة واسناء حركتها حصل ان الضغط القل بحيث ان قمته اصبحت اقل او تساوي ضغط التبخر المقابل لدرجة الحرارة 25 هنلاحظ انه هيبدأ يظهر هنا فقاعات من البخار لان المية هتبدأ تتبخر هذه الفقاعات لما تبدأ تتحرك في هذا الاتجاه هي ماشية مع المية عادي او هتبدأ تقف او تتواجد جنب السطح اللي بتحرك جنب المية طيب لو بدأ الضغط يحصل له زيادة مرة تانية increasing pressure ده معنى ان الضغط بتاع البخار اللي موجود ده هيبدأ يزيد وبالتالي درجة الحرارة بتاعة التبخر هتبدأ تزيد تاني فمعنى ان البخار اللي هنا هيبدأ يتكسف ولما يحصل تكسف وهو بجوار السطح احنا عارفين لو عندي كمية مية مثلا وهي بخار تشغل حجم قد كده مثلا لما تيجي المية دي تتكسف هتشغل حجم قد ايه الحجم هيقل يبقى معنى كده نتيجة انخفاض سطح او الجدار اللي ماشي جنبه المية سواء كان هذا سطح ريشة او سطح جسم او واتفر ايه ده بيحصل هنا زي نقر زي شكوش بيبدأ يتكون على السطح وهذه الظاهرة اذا فضلت مستمرة ومتكررة هيبدأ النقر ده يأكل فيه السطح ده بشكل دوري بحيس ان بعد فترة هنجد السطح ده فيه تأكل رهيب جدا يبقى نتيجة نلخص الموضوع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الضغط او نتيجة في البداية انخفاض الضغط يؤدي الى تبخر الماء عند وصوله لل vapor temperature مكونا vapor bubbles الفيبر bubbles ده بتتحرك وبتسبب زيادة في الفوليوم ولما تصل جنب السطح ومع زيادة الضغط مرة اخرى تتحول ال vapor bubbles الى liquid مرة تانية وبتقلل الحجم بيقل تاني وبيحصل اندفاع للماء بجوار السطح فتبقى عاملة زي شكوش مستمر في النقر على هذا السطح طيب ازاي ده بيحصل فيه البمب احنا عارفين ان في مدخل البمب بيحصل سكشن في مدخل البمب بيحصل انخفاض للضغط بسبب الشفط اللي بتعمله البمب وبسبب كوة الطرد المركزي ازا وصل درجة التبخر او الضغط اللي عند السكشن وصل او ساوى او قل عن ضغط التبخر المقابل لدرجة الحرارة اللي هي تسمي لها المية يعني لو المية مثلا دخل بدرجة حرارة 25 وروحنا الجدول السيرمون وشوفنا 25 دي يقابلها مثلا ضغط 25 من 100 بار مثلا على سبيل المثال يبقى 25 من 100 بار الضغط وصل هنا لل 25 من 100 بار او اقل هتبدأ المية تتبخر مكونة فقعات بابلز طبعا البابلز دي هتبدأ تتحرك على سطح الريشة ولكن لما تصل طبعا واحنا ماشيين على سطح الريشة الضغط بيبدأ يزيد تاني لان هنبدأ نتجه لمخرج البابلز لما الضغط يزيد تاني تبدأ هذه الفقعات في التلاشي او في الانهيار هذه الفقعات لما تنهار بتبدأ المية تندفع في المكان اللي كانت بتشغاله هذه الفقعات وتبدأ تعمل نقر على سطح الريش على سطح الريش بتاع البام مسببة تآكل دي صورة هي بتبين عملية التآكل اللي ممكن تنتج من ظاهرة الكافيتيشن عند حدوثها على سطح الامبيلر دي صورة بتوضح امبيلر للبام دي صورة بتوضح بروبيلر لمروحة سفينة حصل عليها نفس الظاهرة بروبيلر